أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن اطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد يمثل حرصا من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره مشاددا على تنفيذها بتزامن مع رؤية مصر 2030 وقال مدبولي خلال احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية إن أثار الفساد لا تتوقف عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا أضاف مدبولي أن جهود مكافحة الفساد تحضى بداع من القيادة السياسية والتي تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد والسوره وأنها وضع تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد مشيرا إلى أن تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته وإحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء